الاندماج في الاقتصاد العالمي وده الحقيقة معلش أنا إنسف أقولها بهذا الشكل وكلنا تعلمنا في الكتب كنا بندرس كده وإحنا في المدارس الموقع الاستراتيجي المركزي والمحوري لمصر وإنها تتوسط ثلاث قراط في العالم ولا بد من الاستفادة من هذا الموقع طب هو المفروض طب نستفيد منه إزاي نستفيد منه أن نحول مصر إلى مركز لوجيستي حقيقي عالمي يكون في كل الآليات بمعنى الكلمة التي تقول أن هذه الدولة فيها كل البنية الأساسية التي تخليها وتؤهلها أنها تكون مركز لوجيستي عالمي الكلام ده عشان يتعمل يبقى محتاج شبكة مواني مطارات مواني جافة مناطق لوجيستية شبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى عشان تخلي أن الدولة دي أقدر أحرك البضايع بتاعتي من أي حتة شرقها غربها شمالها جنوبها بأسرع وقته ممكن دي كانت خريطة المخطط وحط بالضبط ما هي المواني التي يجب أن تتعمل وكيف نعمل عليها كان أهم مشروع نبدأ به ازدواء قناة سويس والنهاردة الحمد لله حضراتكم عارفين كويس أو كلنا عارفين أن لو لا هذا المشروع كل ما كان يتكتب على أن هناك مسارات بديلة وأن ممكن يبقى قناة سويس يتم استبدالها بمسارات هذا المشروع لوحده قضى تماما على أي فكر لأن كانت زمن التراكي أو زمن الانتظار كان اللي كان بيصل إلى يوم وأكتر النهاردة بقى أقل من 11 ساعة لأي سفينة فبالرقم وبالفلوس بقى أي سفينة أوفر لها وبدون أي تفكير التوجه إلى هذا المحور طب المحور ده طول عمرنا بيقولها الخبرة سنفضل سايبين قناة سويس يا دوبك السفن تعدي من تحت الفوق ومن فوق تحت من غير ما نستفيد أو لا لازم نستفيد من هذا الموضوع فعشان كده كانت المنطقة الاقتصادية لقناة سويس وأن يتعمل عليها مشروعات وخدمات تخلي هذه المنطقة بحق مركز لوجيستي عالمي المنطقة الاقتصادية لم يكتب لها النهوط والتنمية غير في التسع سنوات دول بالرغم أنها الأفكار بردو موجودة من عشرات السنين النهاردة عندنا 18 مينا بيتعملوا على أعلى مستقى وتعاملوا وبيخلصوا على أعلى مستوى في العالم بتكلفة وسطة 130 مليار الخريطة نفس الخرايط ويمكن أضفنا بعض المواني أيضا الإضافية على الخريطة اللي كان المخطط حدثها ده شكل بقية المواني اللي احنا بنتكلم عليها دي لطاليق بدولة منطقة الاقتصادية زي ما قلت لحضراتكم وأنها لازم النهاردة تبقى فيها كل مناطق صناعية سواء في منطقة السخنة أو في شرق برسعيد وبقية المناطق ويبقى فيها تنمية حقيقية علشان ما يبقاش الموضوع فقط مرور للسفن ما بين قناة سويس من شمالها لجنوبها ميناء شرق برسعيد النهاردة بيحتل المرتبة العاشرة على مستوى مواني العالم النهاردة مع الحركة اللي بقيت موجودة المواني البرية والجفة وده كان مدخل جديد ما كانش موجود في مصر ابتديني النهاردة بننفزه بتكلفة عشان نستوعب النهاردة المواني الجفة دي لوحدها تستوعب ستة مليون حوية عشان تكمل مع المواني عشان يبقى النهاردة عندي منظومة متكاملة المواني ومعها المواني الجفة اللي بقدر أخزن فيها بدل ما كان بيفضل هناك تزاح ومطراكم للحويات في المواني البحرية كل دي سور النهاردة لهذه المواني والمنافذ ويمكن كنا في فترة بسيطة كنا مع سيادة الرئيس في مطروح بنفتتح ميناء السلوم البري وده كلها صور لكل المواني الجفة اللي النهاردة بتتنفز أو جاري تنفزها مناطق اللوجسية عندنا 14 منطقة النهاردة شغالين عليها باستثمارات 33.5 المطارات نهضة كبيرة جدا في إنشاء شبكة المطارات رفع كفاءة ومطارات جديدة عندنا 23 مطار بتكلفة أكتر من 53 مليار وبنطور واعتقد كان الحمد لله النهاردة بنتحرك وبالرغم من يعرفين أن هناك شكاوى من بعض الخدمات وفيها الخطط بتاعتها وبننفزها النهاردة